أقامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني حفل تكريمي للجامعات اليمنية الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى محليا في التصنيف العالمي QS للعام 2025 والاحتفاب اليوم العالمي للجودة بجامعة العلم والتكنولوجية بعدا وبمشاركة الجامعات الحكومية حضر موت صنع عمران وجامعات خاصة وأثناء وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد الوصابي على استضافة جامعة العلم والتكنولوجيا لهذا الاحتفال مهني أن الجامعات الثلاثة المتصدرة في التصنيف ومعبرة عن فخر الوزارة بهذه الإنجازات وكونه إنجازا مهما على المستوى الوطني كما أكد الوصابي على دور الوزارة في متابعة الجامعات لافتا إلى أن الوزارة تستعد في مطلع العام القادم 2025 لإطلاق الإدارة الوطنية للتصنيف الخاص بالجامعات المحلية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر